موسيقى طلباتك أوامر يبدو أن الحكومة النظام المصري تراجع عن إنشاء كبري في مصر الجديدة اللي كان هيشوه المنطقة هناك إبراهيم اللقاني والبازيليك الحقيقة تراجعت أو تراجع عن نظام يبدو أنه تراجع والسر في تراجعه مش سكان مصر الجديدة عشان بس ما إيه ما نمعورش في نفسنا قوي عشان سكان مصر الجديدة ما ياخدوش ألم في نفسهم قوي السر كان تدخل الكنيسة الأرثيديكسية الكنيسة من جوه وهي على طراز البازيليك البيزنطي وحتى الأعمدة من أغصان النبات العنب أو الكروم زي البيزنطيين بس لكن مصدر في مدى مصر بيكلم عن الهيئة الهندسية والأجهزة التنفيذية أبدو انفتاحا على بدائل لحل أزمة كنيسة البازيليك بيقول أهو الهيئة الهندسية والأجهزة التنفيذية أبدو انفتاحا على البدائل ومبادرة مصر الجديدة تقترح الهيئة الهندسية والأجهزة التنفيذية بدائل لحل أزمة الكنيسة قال مصدر في مبادرة تراث مصر الجديدة أنهم يشعرون بالتفاؤل حيال احتمال انفراج أزمة كنيسة البازيليك بعدما أبدت الأجهزة التنفيذية انفتاحا على بدائل قدمتها المبادرة لحل أزمة الاختناقات البرورية في مسار الكبري المخطط إن شاءه وعلنت أمس أنها التقت بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأجهزة التنفيذية لتقديم حلول واقتراحات وبدائل لحل الاختناقات في مسار الكبري الذي كان مخططاً له احنا طبعاً أنا محمد ناصر ولا أسرة برنامج مصر النهاردة ولا قنات مكاملين ترتضي تشويه مصر الجديدة وخاصة هذه المنطقة مش بس كنيسة البازيليك شارع إبراهيمي اللي أنا كله وأنا قلت ووعدت حضراتكم إن فيه مرجع مهم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة مصر الجديدة احنا ضد تشويه مصر الجديدة احنا مع التراجع عن القرار ومش ضد حماية الكنيسة التراصية اللي هي كنيسة البازيليك وللأمانة عشان بس الناس تفهم البازيليك ليست الراز ولا حاجات مندي ولا علاقة له بالمسيحية كلمة بازيليك ملاش علاقة بالمسيحية خالص يا حضرات ببساطة عشان المسلمين يفهموا لما الامبراطور كوستانتين آمن بالمسيحية أم القديسة هيلانة سعت إلى إنشاء كنيسة ملقوش شكل للكنيسة في الوقت دا إلا شكل محكمة كده كانت موجودة هنا في اسطنبول أو في القسطنطينية من طراز كده كانت قاعة محكمة فبانت الكنيسة على هذا الطراز اللي سميه في الوقت دا كلمة بازيليك دي كانت اسم المبنى ملوش علاقة بالمسيحية لكن المبنى دا كمان طراز ويجب الحفاظ عليه كنيسة مش كنيسة مش مهم معبد يهودي كنيسة مش مقضية يجب الحفاظ على الحاجات دي إحنا ضد العشوائية في القرار ضد إنك ترسم على الورق طريق أو كبري من غير دراسة للمكان ولا معرفها بأهمية أو قيمة مبنى زي دا أو أي مبنى أما الأمر التاني اللي أنا أخشاه إنه يكون التراجع بده بس عشان هي كنيسة وتبقى الحكاية دي عار قوي إنما لو كانت أي حاجة كانية كان ممكن تتهد يعني أي حاجة تانية كان ممكن تتهد أنا بقولك آه بدليل خلينا بس أوصل للمعنى دا بدليل إنك إنت في 2020 هديت مقابر الممليك اللي هي أعدم من كنيسة البازيليك يعني كنيسة البازيليك سنة 1913 في نفس السنة دي تبنى على فكرة جامع الرفاعي مسجد الرفاعي إنما مقابر الممليك تعود إلى أكتر من 200 سنة ومع ذلك حضرتك هدتها أهو عشان تعمل محور الفردوس أهو إنما الممليك ما لهمش حد يضغط مقابر الممليك الجبانة الأسرية هدتها عشان تعمل محور الفردوس الممليك ماتوا ودولة خلصت انتهت عشان كده محدش طلع يضغط محدش طلع يقول حرام وحتى لطلعوا ما جابوش تأثير السؤال بقى ما الذي جعل صاحب القرار يجعل أو يفكر في تراجع عن القرار ده حماية للكنيسة لا معلش الكنيسة زيها زي كل المباني اللي في شارع إبراهيم الأقاني نفس الطراز نفس الأسر مش أسر نفس الطراز المعماري المميز وبالتالي يجب الحفاظ على كل المباني دي دي ما فيهم الكنيسة خلنا نشوف صاحب البوس ده بيقول إيه أو صاحبته جميل إن ضغط سكان الزمالك يؤدي إلى إلغاء أو نقل مشروع العين أو العجلة الدوارة وأجمل كمان إن سكان مصر الجديدة يؤدي إلى إلغاء كبري كنيسة البازليك بس ليه ضغط سكان الوراق وعرب اليسار ولا أبو العلقة وزيلة القرآن الرصاية ما بيحققش نفس النتائج هي بسمة مش عارفة لا حط يا بسمة معهم كمان جبانة المماليك اتفرمت اتفرمت ما حدش تكلم حتى اللي تكلم وزعل مش مهم بتزعل وتعامل كبري فاردوس أو بيتقامل السؤال بقى والناس العادية الناس اللي الشقة أو ياهم لما بتصرخ ليه محدش بسمعهم اسمع كده يخرب بيتك يا سيسي مش أنا اللي بقول دي جملة قالتها واحدة سكنة في شارع ختم المرسلين في الجيزة وهم بيهدوا بيتها السؤال بقى مهم قوي يخرب بيتك يا سيسي زي ما خربت بيتنا السؤال المهم ليه تحديدا عند كنيسة البازيليك وعلى فكرة الناس ما بتتكلمش على مباني شارع إبراهيم اللقاني الناس بتتكلم على كنيسة البازيليك بالضبط تحديدا وإحنا قلنا قبل كده عشان محدش تزايد علينا إحنا ضد تشويه المكان ده بما فيهم كنيسة البازيليك ليه الحكومة أبدت انفراجا وانفتاحا تجاه القصة دي بينما لم تبدي أي انفراج وانفتاح في هدم جبانة المماليك خالص هو هذا السؤال شكرا